نرجع لأخبارنا للأسف خبر مؤسف يعني حادث حصل امبارح بالليل وهو غرق معدية قرية سنديون التبعة لمركز فوة محافظة كفر الشيخ الحادثة كان نتيجتها سقوط ضحايا وصلنا لخمستاشر شخص بعد استخراج جثة أحد المواطنين النهاردة وفرق الإنقاذ بتواصل بحثها عن جثتين لشخصين برضو كانوا على متن المعدية قبل ما تغرأ فرق الإنقاذ برضو تمكنت من إنقاذ خمس أشخاص من الأهالي المعدية دي تعرضت للغرق وكان على متنها 21 شخص من قرية ديروت بمحافظة البحيرة وزارة النقل أكدت أن معدية سنديون بمحافظة كفر الشيخ الغرقة غير تبعة له وزارة النقل وأنها مركب بمكداف من غير موتور وأن ما فيش في المنطقة دي مراكب تبعة له الوزارة غير ثلاثة بس هم متحفظ عليهم في شرطة المسطحات المائية بعد مهيئة النقل النهري قامت بإيقاف المراكب الثلاثة لعدم صلاحيتها في العمل في نهر النيل كمان دكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قررت صرف 10.000 جنيه لأسرة كل متوفة في حادث غرق المعدية وفيه كمان 2000 جنيه تعويض لكل مصاب أنا معايا على التليفون بس الأول برضو فيه خبر متعلق برضو بالحادث اللي بنتكلم فيه أن المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء في إطار متابعة الحادث وجه بوزير الترمية المحلية وتضامن الاجتماعي أولا بسرعة التعامل مع تدعيات الحادث والعمل على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بحالات المصابين والوفيات وبرضو قال أنه لازم يتم إجراء تحقيق فوري لتحديد المسؤولين عن هذا الحادث واتخاذ كافة الإجراءات للالتزام بتطبيق القواعد والمعايير المنظمة لسير المراكب والمعاديات النيلية من حيث إجراءات السلامة والأمان والالتزام بموعيد التشغيل المقررة لها خلال نعرف الوضع دلوقتي على الأرض معانا على التليفون من سيادة اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ برحب بحدك معنا يا ستة المحافظ بيك أهلا بيك أهلا وسهلا بحدك ستة المحافظ الأول نعرف من حداك بس جهود الإنقاذ إيه اللي بيحصل دلوقتي وهل تأكد يعني أرقام نهائية بخصوص المصابين وحالة الوفيات صح هو لغاية النهاردة قبل الثلاثة من الظهر آآ آآ تم استخراج آخر جشة كانت رقب خمستاشر في ثلاثة مصابين ثانية كل اللي كانوا على المصابين كانوا ثمانتاشر واحد ثلاثة ثمانا جاثب آآ معلش يا ستة المحافظ هديك بتقولي الوفيات خمستاشر ولا ستاشر لا خمستاشر خمستاشر والمصابين كام يا فندم؟ والمصابين ثلاثة ثمانتاشر كلهم آآ من بينهم اللي هو آآ آآ قائد السلوكة أو المعادية اللي كانت طب يبقى لسه كده في مفقدين يا فندم مش كده؟ لا ما فيش حاجة تانية لا خلاص مش هما واحد واحد آآ آآ آخر واحد كان النهاردة قبل ثلاثة جمعة نص ساعة ما هو خمستاشر وتلاتة بنتكلم في ثمنتاشر والمفترض المعادية دي كان عليها واحد وعشرين شخص لا 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 هما ثمنتاشر في جمعة يعني يعني مش واحد وعشرين الرقم ده ما هواش دقيق لا 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 مش واحد وعشرين لا خمستاشر وخلاص يعني كان آخر واحد حاجة كان قبل ثلاثة جمعة نهاردة آآ تم نتشالها وتم نتشالها وتم نتشالها وتم نتشالها وتم نتشالها وتم نتشالها وتم نتشالها كافة الإجراءات التارنية من الجافتين طيب حالات المصابين الثلاثة يا فندم ايه وضعهم؟ لا حالاتهم صحيحة ومشوا بقدر المستشفى وموجود في جياتهم حالة صحيحة يعني ده آآ نرجع نقول سبب الموضوع ده برضو نقول الحمولة الزاي ده ونسوق الأحوال الدولية في نفس اليوم ده هو اللي قدى لآآ حمولة المعدية سات المحافظ تمانية مش كده؟ نعم حمولة المعدية حمولتها ستة واتنين سواق ومشاعد لها يعني تمانية يعني نجدوش عن كده هما كانوا 18 واحد على المعدية طيب ايه وضع المعدية بالزبط؟ يعني لسه دلوقتي من تابعين ان وزارة النقل بتقول المعدية دي غير تابعة لينا يعني دي معدية خاصة بتاعة حد من الاهالي وضعها الفني واخد تصريح او ترخيص ولا لأ؟ صح هي دي معدية واخد تصريح اتكا من المجد المدينة عندنا وبس رخصتها من تاهية ساتة من تاهية اللي هو فات صاحبها ولم يتقدم اهاليهم اللي هو الورصة اللي هو ابنه اللي هو احد الضحايا ده اللي لم يتقدم دي بتجدد الترخيص بتاعها اه بسبب ان برضو في لهم مركبة تانية اكتا مرخصة بمعرفة هية النقل العام وبس المشطحات كتوها لوجود عيوب فنية في المطور بتاعها فده اللي خلقنا هو ياخد المركبة الثانية دي ويشتغل عليها وادى الى الحادث الاليوم طب ايه طبيعة الاجراءات راح داك هتاخدها بقى اتفضل بوجه التعازي اللي ارشب البحاية بوجه بيهم التعازي والصالة التعازية بيهم طب معلش يا ست المحافظ انا طبعا مقدرة مشاعر حداك وعشان ما تبقاش تعازي وخلاص وتعويضات نصرفها وانتهى الموضوع على كده ويتكرر للأسف مرة تانية وما هيش الحادثة الاولى من نوحة قبل كده قلنا لازم يكون فيه التزام بالمعايير الامن والسلامة والترخيص والحالة الفنية للمعاديات ودلوقتي رئيس الوزراء برضو بيتكلم على تحييق ونعرف مين المسؤول حضرتك باقي طبيعة الاجراءات اللي هتقوم بيها فيه تحقيقات احنا بنعملها وبنجريها حقيقا دلوقتي وفي انتظار انتهاءها دلوقتي وفي الكرارات صارمة ان شاء الله يعني علشان تكون عبرة للغير وعلشان برضو في نفس الوقت تتكررش الحاجات طب هل حضرك هتراجع بقى حل هتراجع يا ست المحافظ حل المعاديات والمراكب التانية اللي موجودة؟ طبعا طبعا عن ذلك كلها هتراجع تتحيم اللجنة الفنية من تنسي مع الشرطة المدنية ومعنا كمحافظة وان شاء الله كل الحاجات دي هت لازم يبقى بيها كل الاشتراكات بالقامل والمسانة والحاجات الفنية دي كلها لازم في المحل الأكبار بنسبة 100% يعني ان شاء الله شكرا جزيلا نسيت اللواء سيد ناصر محافظ كفر الشيخ بشكرك على وجودك معايا